أصوات اللي فهمينه واللي هما مغاربة أعطونا رأيهم أعطو المثال وعلى رأس يعني هاد الناس صاحب الجلالة اللي هو اللي هو اللي دار دار التلقيح باش نطلقات الحملة دي للتلقيح فالمسألة دي تخوف ما خصاش تكون وخصص تكون عندنا ثقة في الأجهزة دينا وفي المؤسسات دينا وفي الأطباء دينا اللي قالوا لنا ديروا التلقيح حرا ما تخافوش ما كين تشي آذى ما كين تشي أضرار هادا الكلام دي الأطباء ماشي ديالي إذن احنا في المملكة المغربية تيخسناك ونوكن تنطيقوا في بعضياتنا يمكن ما تنطيقوش في شيء أمور اللي كيقولوها بعض السياسيين تيقولك هنديروا وغان فعلونا تركوه وتبين بأنهم تيكتبوه فما نخلطوش هاد شي ديال السياسة ما هاد شي ديال تلقيح وتنظن بأنه المثال يقول ديال صاحب الجلالة كو كان هاد شي فيه شي شك ما يكونش الملك هو اللي اللي اخده هاد المبادرة والملك تيت تعتبر هو الأب ديالنا الروحي وهو على رأس هاد المملكة وما يبغي ناش المدرة فقدين انطلقوا وانطلقات الحمد لله الحملة فهد هدا جواب فقد تعقب على الكلمة اللي قلتيه بعض المواطنين كيتخوفوا فما نبقوش نسمعوا بعض المقالات اللي تيقولون بعض الناس وذلك شي ما هو ما تيختلفوا في الآراء ولكن احنا عندنا ناس ديالنا الطباء ديالنا اللي كنتيقوا فيهم ان كفاءات طبية علمية اللي يخصنا ننتيقوا فيها ونتوكلوا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه اما باش نرجعون العلاقة ما بين الأجير والمشغيل فالمشغيل على العاتق دياله انه يفر جميع الشروط السلامتية والامنية داخل العمل داخل المقاولة داخل المحل ومكان العمل وبتالي بما انه علي هاد المسؤولية هدي فاي حاجة شافها بانه ممكن تضرر بالآجير تيخصو يتدخل باش يفرلو هاد الحماية فمليتي يقول تيكونوا في الورش ديال البناء وتيقول خصو يلبسوا واحد الصبابة وخصو يديروا واحد الكاسكات القباعات ويديروا النظارات بالنسبة لي كي يستعملوا التلحيم اللي كي يشغلوا في الغبراء يديروا اللي قد ديالي الدين ها تاهو ما باش يحميوا يديهم يحميوا الأصابع ديالهم لكي انه يتعرضوا لهذا العمل اللي هو فيه مشقة وإضرار بيدين فأيضا المسألة دي التلقيح ما اللي كي يشوف بأنه ممكن واحد يتصاب الفيروس ويدر الأشخاص الأخرين وهذا الواحد مش يلازم يتصاب في المقاولة يمكن يتصاب على برة في الشارع يتصاب في محل العمومي يتصاب في المنزل اللي له فمن حقه لمشغيل أنه يصاري لحماية الأجراء الأخرين ويقول احنا غادي ندروا التلقيح وهذا إجراء من الإجراءات السلامتية والصحية والأمنية اللي أصبح إلزامي في المقاولة فبالتالي خاص الأجير يمتتل الأمر دياله وخصو يلقح هذا شيء داخل العمل وهذا القانون اللي تقوله ماشي أنا اللي تقوله حيث تقول لي مسؤول ولما تلقحش الأجير ورفض وكان عند المشغيل ما يفيد بأن الأجير رفض التلقيح فتمكن له يعتبروا خطأ جسيم ويفصلوا عن العمل بدون إختار وبدون تعويضات إذن الأجير يخصو يكون عارف هذه المسألة هذه أما بالنسبة للمواطنين خارج المقاولة وخارج علاقة الشغل فلحد الآن التلقيح ليس إجباري وتنقل في المقاولة يصبح إجباري حيث لا يعقل أن تكون مقاولة فيها مئة دي الأجراء مئة واحد الستين ولا سبعين داروا تلقيح وثلاثين ما غوش يدور تلقيح عندهم موقف شخصي طبيب ديره وقال له ما تديرش وعنده عذر تخصو يجيب شهادة طيبية بأنه داك سيد ما يصريش عليه تلقيح لأنه ماشي في صالحه لنصحته ما كتسمحش وما يخصوش يدير تلقيح لأن تلقيح هذي يضر به ولكن ما يمكنش الطبيب يعطيه واحد الشهادة ويقول له لا أنت غير محتاجة تلقيح أنت عندك مناعة أنت صحيح أنت رياضي ما يمكن لك بلا ما تدير تلقيح وما عندك شي خطر إلا ما كانش خطر على نفسه يمكن يكون خطر على الآخرين إذن تخص إنسان يعرف هذا النقطة هذه يعرفها مزيان ولقلو الأجير التلقيح أصبح إجباليا بالنسبة للأجراء فالأجير تخصو يرد بالو وخصو يتلقح باش يكون مطمئن ويكون كيحترم قانون الداخلي للشركة اشتركوا في القناة